هدوء حذر يسود كافة مناطق اليمن اثر بدء سرين هدنة انسانية لمدة خمسة ايام فمنذ دخول الهدنة الانسانية حيث التنفيذ اوقفت طائرات التحالف العربي غاراتها الجوية وتشير انباء متضاربة عن حصول مناوشات على الارض شهدتها مدينة تعز الشارع اليمني يعول كثيرا على تفعيل الهدنة الانسانية من اجل ايصال المساعدات ووقف العنف اي هدنة الى متى نظل بالهدنة على اي اساس توقف الهدنة ماذا بعد الهدنة كيف يأنا ايش بعد الهدنة اذا كنا الان قبل الهدنة وصلنا الى حالة يرثالها كيف بعد الهدنة نقول لعبد ملك الحوث وعلي عبدالله صالح اكفونا شركوا واليمنيين والدماء الذي تزهق هي دماء اليمنيين سواء في مارب او في تعز او في صنعاء او في عمران او في صعدة او في الحدود السعودية هي دماء اليمنين في الاخير نريد يدخلون لنا البنزيم نريد الدقيق نريد اللغات نريد كل شيء نحن الآن نجب أكثر الشعب جواه وعمائل الحاجة الضرورية مطلب ملح من اليمنيين بعد ستة أسابيع من المعارك والضربات الجوية فتقارر منظمات إنسانية تدق نقص الخطر بشأن الوضع الإنساني المتردي حيث يعاني ألاف اليمنين من نقص من أبسط مقاومة الحياة نحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار بشكل كامل لاحترام القانون الإنساني الدولي ندعوهم لوقف أي استهداف للمدنيين وللبنى التحتية وندعوهم للسماح بتسليم المساعدة الإنسانية إلى عشرة آلاف اليمنين بشكل عجل وفي غضون دخول الهدنة الإنسانية حيث التنفيذ تعود للواجهة محاولات إحياء الحوار السياسية المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل والشيخ أحمد يصل إلى اليمن في أول زيارة له بعد محادثات في العاصمة السعودية الرياضة زيارة تروم الدفع في اتجاه حوار شامل بين الأطراف المتصارعة ينهي موجة العنف ويعيد الاستقرار لهذا البلد ترجمة نانسي قنقر